تصريح خاص لمركز الأخبار للمملكة البحرين كان لهم تأثير قوي وإيجابي على علاقات البلدين لسنوات عديدة لقد كان من المريح جدا تلقي العديد من رسائل التعاطف والتعازي من قبل مختلف الأشخاص في المملكة وتحديدا من لدني جلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومن نخبة من رجال الدولة كان لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية والعائلة المالكة تأثير قوي وإيجابي للغاية على علاقات البلدين لسنوات عديدة زيارتها هنا في عام 1979 والعديد من اجتماعاتها في لندن مع القادة البحرينيين تميزت جميعها بروح إيجابية عكست مدى إعجابها بمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر